مشاهدين يلقى على عاتق ومسؤولية وزارة العمل الكثير من الملفات المحملة بالكثير من المهام من بينها على سبيل المثال الاهتمام بتشغيل العمال الوطنية وأيضا دراسة سوق العمل والمخرجات من الجامعات وتوفير فرص العمل لهم مكافحة البطالة العمال الوافدة وأيضا ملف العاملات والكثير الكثير من الملفات المهمة جدا لكن استطاعت وزارة العمل الأردنية أن تتعامل مع تلك الملفات بدراسات واستراتيجيات وأرقام وبالتالي نجحت في كثير من إدارة الملفات فاسمحوا لنا أن نرحب مشاهدينا بمعالي وزير العمل الأردني الأستاذ نايف استيتي أهلا وسهلا فيك معاليك أهلا وسهلا فيكم شرفتنا معاليك حبين لبيت الكل نوضح كم الجهد الكثير كبير والناجح في إدارة كثير من الملفات التي عملتها وزارة العمل الأردنية وعلى سبيل المثال نأخذ ملف تشغيل العمالة الوطنية بدراسة وبعناية شديدة جدا بحيث أننا نوفر عمالة وطنية مؤهلة للسوق الأردني يا سيتي بالبداية شكرا كثير جزء من المهام الرئيسية لوزارة العمل هي تنظيم سوق العمل بجميع أطيافه وليس هو مسؤوليته الوحيدة هي التشغيل ولكن التشغيل هي مسؤولية مناطبة أكثر من مؤسسة ولكن وزارة العمل هدف الرئيسي منها هي تنظيم سوق العمل وما نقوم به حاليا هو تحديد الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل من حيث المهارات اليوم تركيزنا منصب في كل المواقع التي نحكي سواء على التلفزيون أو في تواصلنا مع الشباب في كافة المحافظات دائما التركيز على المهارات اليوم سوق العمل بحاجة إلى مهارات فبالتالي تركيزنا اليوم على تحديد ما هي المهارات التي يحتاجها سوق العمل ترتيب وتأهيل الشباب على هذه المهارات ولما نحكي عن المهارات نتكلم هنا عن المهارات السلوكية وعن المهارات الفنية والتقنية لأنه اليوم ما هو مطلوب شباب قادر أن يكون قابل للتوظيف وأن يكون يستطيع أن يكون عندما يتوظف أن يكون هذه الوظائف لها ديمومة فاليوم جزء كبير من مهام وزارة العمل كيفية تأمين أن تكون الوظائف الموجودة في سوق العمل للشباب الأردني تكون وظائف هي لها الديمومة نعم يمكن هنا مندخل معاليك على محور كمان كتير مهم أن وزارة العمل اهتمت في البعد التقني والتعليم التطبيقي والتعليم المهني واهتمت كمان يعني النظام الأردني في هذا الموضوع على سبيل المثال سمو ولي العهد يعني كان فيه تركيز له على التعليم التقني والمهني خلينا نحكي في هذا الموضوع كيف أدارت وزارة العمل هذا الملف تدير وزارة العمل بتوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير حسين من عبد الله الذي أمرنا بإدماج التكنولوجيا وإدخال التكنولوجيا في كل ما نقوم به حتى تكون الوظائف والمهارات التي نستطيع أن نؤمنها وأن نعمل عليها بأساس تدريب المهني المختلفة تكون موائمة لمهن المستقبل التي نتحدث عنها والتي يتم خلقها اليوم أنت تعرفي خلال فترة العشر سنوات السابقة التطور الذي صار بكل الوظائف وبالتكنولوجيا خلق لنا وظائف جديدة كثيرة وأيضا غير في طريقة تقديم هذه الوظائف فنحن اليوم على سبيل المثال في صدد افتتاح حوالي خمس مشاغل مهنية في مؤسسة التدريب المهني تعتمد بالكامل على التدريب الافتراضي وعلى الإدماج للتكنولوجيا سواء كانت الطباعة ثلاثية الأبعاد أو التدريب الاندماجي وأيضا التدريب الافتراضي هذه التكنولوجيا اليوم ستساعد الشباب على التكيف وعلى أيضا الدخول في قطاعات كانت بالسابق تعتبر من القطاعات الغير مرغوب فيها وبالتالي دخول مثلا اليوم الحام الأكسجين سيكون تدريبه من خلال التدريب الافتراضي وهذا أيضا سيسهل بتخفيض التكاليف وزيادة جودة المخرجات وهذا الشيء الذي نقوم به اليوم بخلال التدريب المهني من مؤسسات المختلفة بالإضافة إلى إدماج القطاع الخاص في عملية التدريب نحن اليوم لما نقوم بالتدريب القطاع الخاص هو يحدد ما هي متطلباته ما هي المهارات التي يحتاجها وأيضا ما هو المسار الوظيف الذي سيقدمه للطالب قبل ما يبدأ التدريب فبالتالي شبابنا عندما يدخلوا بالتدريب يكونوا عارفين إيش المسار الوظيفة معهم أين سيصلوا بهذا التدريب وبنفس الوقت سيحصلون على تدريب اليوم يكون متوافق مع العمل في القطاعات الحديثة ليس فقط في الأردن ولكن في العالم في العالم ما عليك برنامج التشغيل الوطني اللي عملت عليه الحكومة الأردنية وأيضا وزارة العمل حل مشكلة كبيرة من تشغيل الشباب الأردني وتأهيلهم ورفض كفائتهم وإيجاد فرص عمل لهم دعونا نحكي شوي عن فكرة هذا المشروع طبعا هذا البرنامج جاء بناء إلى بعد جائحة كورونا والتحديات الكبيرة قامت الحكومة برصد مبلغ 80 مليون دينار يعني 110 مليون دولار تقريبا بهدف الوصول إلى تشغيل 60 ألف شاب وفتاة في الأردن في القطاعات المختلفة الشيء المميز في هذا البرنامج أنه تصميمه بالكامل جاء من خلال القطاع الخاص يعني قمنا بهذا البرنامج بالتجاوب مع متطلبات القطاع الخاص بالنسبة لكيفية مساعدتهم على تخفيص تكليف الإنتاج كيفية إدماج الشباب لديهم مهارات هم يحتاجون إليها ويكونوا مدربين يتم تدريب الشباب بناء على احتياجات الشركات في القطاع الخاص فتم إطلاق البرنامج تم تأهيل منصة متخصصة للشباب للتسجيل عليها وأيضا للشركات تم إطلاقه على مراحل المرحل الأولى كانت لشركات فقامت الشركات بالتسجيل هناك معلومات مفصلة عن الشركة المميز في هذا البرنامج وبالنسبة لهذه المهارات أن الشركة تطلب مننا الوظيفة وابتضع المهارات المطلوبة لهذه الوظيفة وابتضع ما هي الميزات التي ستقوم بإعطاها للشاب أو للفتاة لهذه الوظيفة والراتب والمصاري الوظيفي فبالتالي لدينا بيكون بروفايل كامل للشاب الذي يتقدم لهذه الوظيفة المرحل الثاني كانت بعد مقامة الشركات بالتسجيل أن الشباب يقوموا بتسجيل المهارات تبعتهم والمنصة تقوم بالتشبيك مباشرة بدون تدخل الشباب أيضا قمنا بإدماج القطاع الخاص معنا لإدارة عملية التشبيك ما بين الشركات وما بين الشباب من خلال تزويد غرف التجارة والصناعة في كافة محافظات المملكة والنقابات بموظفين من وزارة العمل للإشراف على عملية التشبيك علما بأن التشبيك أيضا يتم من خلال المنصة مباشرة دون أي تدخل بشري المنصة لمزارة العملية اللي هي منصة التشغيل اللي هي ببرنامج www.tashgiel.gov.go طبعا لغاية الآن صار مسجل حوالي 30 ألف فرصة عمل من الشباب لا 30 ألف فرصة عمل من الشركات من الشركات صار في عنا الشباب الذين يستكملوا كافة تسجيلهم للوظائف حوالي 11 ألف كمنا بتوظيف خلال هذا كله خلال شهر 2500 تقريبا بشهر واحد بشهر واحد ولكن أيضا مفروض أسرع ولكن المشكلة أحيانا عملية أن بعض الشركات تحتاج أنها تقابل الشباب فبالتالي عملها بتأخذ وقت عملية مقابلة واستكمال الإجراءات فعمالها بتأخذ وقت ولكن إن شاء الله هذا البرنامج شامل لكل القطاعات لكل الفئات في كافة المحافظات ولا يوجد أيضا عدد أي شركة تستطيع أن تأخذ من عام من موظف لألف موظف ممتاز وبتم دعم جزء من الراتب اليوم نحن ندفع 150 دينار كوزارة عمل كوزارة عمل وندفع 80 دينار لمدة 3 أشهر تدريب أثناء العمل وليس قبل العمل نعم يعني إحنا اليوم برنامجنا هو تشغيل وبعد التشغيل تدريب وليس تدريب من أجل التشغيل ولكن هو تشغيل وتدريب حسب المهارات التي يحتاجها سوق العمل بعد تشغيل الشاب وتوقيع العقد ممتاز أنا يمكن بقي سؤال واحد والحكومة الأردنية واتجاه أيضا وزارة العمل على موضوع التعليم التقني حتى يكون الآن متطلبات العالم تغيرت والمتطلبات وفرص العمل عندنا في الأردن أيضا بحاجة إلى نرفض السوق بالتعليم التقني والمهني اللي وزارة العمل اشتغلت عليه أيضا ورفضت الشباب بالكفاءات والمهارات نحكي على هذا الموضوع نحن عندنا بأحدى الهيئات التابعة لوزارة العمل هي هيئة تنمية وتطوير المهارات عندها مجالس مهارات قطاعية وهذه المجالس لكل القطاعات اليوم في عنا عشر مجالس مختلفة هذه المجالس هي تقوم بوضع الخطط التدريبية تقوم بوضع المواد التدريبية وتقوم بوضع المهارات المطلوبة للمهن المختلفة الموجودة عندنا نحن نستجيب لهذه المعطيات اللي بتجينا من المجالس القطاعات المختلفة اليوم قمنا بإدماج التكنولوجيا بالكامل من خلال التدريب الافتراضي والتدريب المدمج وأيضا اليوم قمنا بالهيئة لأول مرة ومش موجود هذا المختبر اللي هو إطلاق مختبر متطور باستخدام التدريب الافتراضي الفيرتشوال الريالي لوضع مواد تدريبية تعتمد التكنولوجيا وأيضا لتدريب المدربين على وضع المواد التدريبية باستخدام التكنولوجيا وهذا مش موجود أيضا في المنطقة هذا مختبر متطور جدا بالكامل باستخدام التكنولوجيا بتم تدريب المواد تدريب المدربين بطلعوا على المركز التدريبي المهني بلاقوا الأجهزة اللي موجودة اليوم لدينا خمس مشاغل صارت بالكامل هي تدريب افتراضي فاليوم عمنا ندخل الشباب بعملية التدريب الافتراضي وحتى نمكنه من استخدام التكنولوجيا وحتى نمكنه من أن يكون قابل للتوظيف في الوظائف الجديدة اللي نحن نحكي مهنة المستقبل ممتاز معالي نايف استاتية ووزير العمل الأردني كل شكر لحضرتك وإلا يعطيكم العافية شكرا لكم أعطيكم العافية